السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخصم الدقاء العربية للمستوى الثاني إعدادي قراءة وديفية التفاعل الحضاري على بركة الله التفاعل الحضاري إن السرعة الذي خلفه الأقدمون هو الذي أوصل الإنسان اليوم إلى ما وصل إليه وجهود فرد أو جماعة فيما يدين المعرفة تماهد السبل لدهور جهود جديدة من أفراد أو جماعات أخرى ولولا ذلك لما تقدم الإنسان ولا ما تطورت الحضارات لأن الفكرة البشرية يجب أن ينظر إليه على أنه كائن ينمو ويتطور فأجزاء منه تقوم بأدوار معينة في أوقات خاصة قد تمهد لأدوار أخرى تأتي بعدها فاليونان قاموا بدورهم في الفلسفة والعلوم مثلا وكان هذا الدور ممهدا للدور الذي قام به المسلمون وهو الذي هيأ الأدهان والعقول لأدوار الذي قام بها الغربيون فيما بعد وما كان لأحد منهم أن يسبق الآخر بل إن الفرد كان يأخذ ممن تقدمه ويزيد عليه فوجود ابن الهيتم وجابر ابن حيان وأمثالهما كان ممهدا لدهور غاليليو ونيوتن فلو لم يظهر ابن الهيتم لا اضطر نيوتن إلى أن يبدأ من حيث بدأ ابن الهيتم ولو لم يظهر جابر لا بدأ غاليليو من حيث بدأ جابر إن الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة طبيعية وقد قامت في حينها بدورها في تقدم الفكر وتطوره بأقصى الحماسة والفهم فأصحابها لم يكونوا مجرد ناقلين أو شارحين فقط بل إن إسهاماتهم تميزت بالفهم الدقيق وقوة الابتكار لقد برع العلماء المسلمون في الرياضيات وأجدوا فيها وأضافوا إليها إضافات متميزة عدت مدة طويلة مرجع علماء الغرب لقد اطلع العلماء المسلمون على حساب الهنود وأخذوا عنه نظام الترقيم بعد أن هدبوه وكونوا من ذلك سلسلتين عرفت إحدهما بالأرقام الهندية وهي التي تستعمل الآن في الشرق العربي وعرفت الثانية بإسم الأرقام العربية وقد انتشر استعمالها في المغرب والأندلس ومنها دخلت إلى أوروبا وهي التي نعرفها اليوم بإسم الأرقام الإفرانجية واشتغل علماء المسلمين بالجبر وأتوا فيه بالعجب العجاب وهم أول من ألف فيه بصورة علمية منظمة وأول من ألف فيه محمد بن موسى الخوارزمي زمن المامون وكان كتابه في الجبر منهلا استقى منه علماء العرب والغرب على السواء وفي علم البصريات بلغ علماء المسلمين شأوا مرموقا وثبت أن كابلر أخذ معلوماته حول علم الضوء من ابن الهيتم وفي الكيمياء أتى العلماء المسلمون بابتكارات وإضافات كانت ذات أطر كبير في تكوين مدرسة كيميائية هامة وكشفوا عن الحوامض والمركبات التي تقوم عليها الصناعة الحديدة ولعلماء المسلمين فضل كبير في إنقاذ الضب من الضياع وفي الإضافات التي أدفوها إليه ولهم الفضل في جعل الجراحة قسما منفصلا عنه وفي إنشاء المستشفيات وهم الذين وضعوا أسس الصيدلية وهم أول من أنشأ مدارسها وقد استنبطوا أنواعا من العقاقير وامتازوا في معرفة خصائصها وكيفية استخدامها لمداوات المرضى كما أعطوا من النبات مواد كثيرة للطب والصيدلاء أكتشفوا الناس أولاً بما يوحي لك العنوان العنوان عبارة عن جملة اسمية توضح لنا التلاقح والاحتكاك الذي يتم بين الحضارات وكذلك تأثير كل حضارة على أخرى أعيد بما يوحي لك العنوان العنوان عبارة عن جملة اسمية توضح لنا التلاقح والاحتكاك الذي يتم بين الحضارات وكذلك التأثير كل حضارة على أخرى تانياً اقترح أو اقترح عنوان آخر للناس التطور الحضاري التقدم الحضاري تالتاً كم عدد فقرات النس وماذا تمثل الفقر الأولى في نظرك عدد فقرات النس 3 تمثل دور التراث الذي خلقه السابقون في تطور الإنسان المعاصر عدد الفقرات 3 تمثل الفقر الأولى تمثل دور التراث الذي خلقه السابقون في تطور الإنسان المعاصر رابعا ما هي علاقة المشاهد بمضمون النس علاقة المشاهد بمضمون النس وهي علاقة الضربة وتكمل حيث أن المشاهد تقرب فكرة المضمون وتضع بين أيدينا نماذج الحضارات خامسا على ما تدل كلمة تفاعل تدل كلمة تفاعل على الاحتكاك الوارد بين الحضارات أفهم النس أولا ما هو سبب ما وصلت إليه الإنساني الآن من تقدم سبب ما وصلت إليه الإنساني الآن من تقدم هو التراث الذي خلفه الأقدمون وجهود فرد أو جماعة في مجال المعرفة أعيد الجواب هو التراث الذي خلفه الأقدمون وجهود فرد أو جماعة في مجال المعرفة ثانيا ما هي الميادين التي برع فيها اليونان وهي ميادين الفلسفة والعلوم الذي هيئ للأدهان والعقول ثالثا ماذا شكلت إنتاجات اليونان لمن جاء بعدهم شكلت إنتاجات اليونان لمن جاء بعدهم دورا ممهيدا ومهيئا لمن جاء بعدهم رابعا ما الخدمة التي قدمها علماء المسلمين إلى الميادين التالية الأرقام الحسابية الجبر البصريات الطب الكيمية والصيدلة خامسا ما هي العوامل التي جعلت العلوم تزدهر خلال العثور الدهبية من التاريخ العوامل التي جعلت العلوم تزدهر من خلال العثور الدهبية من التاريخ وهي أنها اهتمت بالعلم والبحث العلمي فقد كانت أول آيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق إلى آخره أحللوا أولا ما العلاقة بين ابن الهيتم ونيوتون ثانيا كيف دفع المسلمون بالحضرة الإنسانية أشواطا بعيدة إلى الأمام ثالثا ما هي المجلات العلمية التي شهر فيها هؤلاء العلماء أبو بكر رازي ابن النفيس ابن زهير ابن البيتار والإدريسي رابعا لم يكتف العرب بالنظريات العلمية بل تعدوها إلى القيام بتجارب العلمية اشرح ذلك خامسا لما اعتبر الكاتب الحضرة العربية الإسلامية ظاهرة طبيعية أولا ما العلاقة بين ابن الهيتم ونيوتون الإجابة العلاقة بين ابن الهيتم ونيوتون هو أن ما توصل إليه ابن الهيتم من أبحاث ونتائج كان ممهدا لظهور نيوتون حيث يتبين لنا التكمل بين اكتشافات العلماء وأن الاستعانة بمجهودات آخر يسهل التوصل إلى اكتشافات جديدة ثانيا كيف دفع المسلمون بالحضرة الإنسانية أشواطا بعيدة دفع المسلمون بالحضرة الإنسانية أشواطا بعيدة عن طريق مشاركاتهم في البحث العلمي وابتكار تقنيات جديدة ساعدت وحفزت الحضارات الأخرى على إتمام هذه الاكتشافات ثالثا ما هي المجالات التي الشهر فيها هؤلاء العلماء أبو بكر الرازي ابن النفيس ابن الزهر وابن البيتار والإدريسي الشهر العلماء أبو بكر الرازي في مجال التب والفلسفة وابن النفيس أبدع في نفس المجال وكذلك في الفلسفة فيعد مكتشفا للدورة الدموية الصغرى في حين يعتبر الطبيب الأندلسي ابن زهر عبقر يفزى في مجال العلوم طبيعية ثم النابغة ابن البيتار في مجال السيدلة ثم أكبر علماء الجغرافية والرحال العرب الإدريسي رابعا لم يكسف العرب بالنظريات العلمية بل تعدوها إلى القيام بالتجارب العلمية اشرح ذلك إن العرب كانوا نموذجا حية للحضارة الناجحة والمجتهدة بحكم اكتجافات علمائها حيث لم تبقى نظرياتهم فقط أوهام كما يسمى حبرا على ورق بل تجسدت وطبقت على أرض الواقع فأصبحت تجارب ملبوسة ونظريات مؤكدة خامسا لم اعتبر الكاتب الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة طبيعية اعتبر الكاتب الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة طبيعية إذ قامت في حينها بدورها في التقدم الفكري وتطوره بأقصى الحماسة والفهم أعيد اعتبر الكاتب الحضارة العربية الإسلامية ظاهرة طبيعية إذ قامت في حينها بدورها في تقدم الفكري وتطوره بأقصى الحماسة والفهم أعبر أولا أكتب أو اكتبي تقريرا عن الإسلامات العلمية لعالم من علماء العرب القدمة أو المعاصرين ثانيا إن السراثة الذي خلفه إلى ما وصل إليه توسع في هذه الفكرة ثالثا تحدث أو تحدث عن معلمة حضارية بمنطقتك ثانيا إن السراثة الذي خلقه إلى ما وصل إليه توسع في هذه الفكرة تبين هذه العبارة الفضل الكبير للعلماء القدمة واكتشافاتهم في تقدم الإنسان المعاصر ولولا المجهودات التي بدلوها لكانت جميع الحضارات أي الحضارة الإنسانية تعيش معيشة صعبة بحكم تخلفهم ولهذا وجب علينا نحن كذلك بدل الجهد والعطاء لتطوير معيشتنا وتحقيق أهداف الحضارة الإنسانية جامعة القرويين بمدينة فاث وهي أول جامعة أنشأت في تاريخ العالم وأقدمها على الإطلاق بنيت الجامعة كمؤسسة تعليمية بجامعة القرويين الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري عام 245 هجرية و 859 ميلادية في مدينة فاس المغربية وحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية فإن هذه الجامعة هي أقدم واحة في العالم والتي لا زالت تدرس حتى اليوم أبحث أولاً ابحث أو ابحثي عن أعلام عربية أسهمت في بناء الصرح الحضاري لم يرد يكرها في الناس وعين أو عيني مجال إنتاجاتها العلمية ثانياً ابحث أو ابحثي عن بعض المعالم الحضارية التي تشهد على إنجازات وابتكارات العربية والإسلامية ثالثاً ابحث أو ابحثي عن مقالات موضوعها الإنجازات العلمية والحضارية العربية رابعاً استخرج أو استخرجي من النص الكلمات التالى على الزمان والمكان الذين كان لبحوتهم ومؤلفاتهم الأطر الكبير في تقدم العلوم لا سيما الفلك والمثلثات كما اعترف العديد من العلماء الغربيين بأن الخدمات التي قدمها لا يمكن أن يجادل فيها فبفضله أصبح علم الرياضيات أكثر سهولة ووضوحاً الإجابة على ثانياً ابحث أو ابحثي عن بعض المعالم الحضارية التي تشهد على الإنجازات والابتكارات العربية والإسلامية فمن بين المعالم لدينا قصر الحمراء بغرناطة الأندلس مسجد قرطبة ومسجد القيروان وجامع الكتبية وعيد هناك قصر الحمراء بغرناطة الأندلس مسجد قرطبة ومسجد القيروان وجامع الكتبية الإجابة على السؤال الرابع استخرجي من النص الكلمات الدلة على الزمان والمكان الكلمات الدلة على الزمان والمكان اليونان الحضارة العربية الإسلامية الغرب الشرق العربي أوروبا الأندلس صاحب الناس قدري طوقان كاتب فلسطيني ترك عشرات المقالات العلمية وخمسة وعشرين كتابا اهتم فيها بالتراث العلمي العربي في مجالي الرياضيات والفلك مصدر النص مقالي الكاتبة منشور بمجلة العلوم عين ممتاز الف وتس مئة وثمانية وخمسون دراسة العنوان تركيب ين عنوان نص مركب وصفي ملاحظة النص واكتشافه العتبات الملاحظات العنوان مركب وصفي يتكون من كلمتين تنتميان إلى المجال الحضاري تدل لفظة تفاعل على المشاركة وتستدعي عنصرين متفاعلين مؤثر ومتأثر بداية النص لم يتكرر فيها العنوان لفظا ورغم ذلك نلاحظ تردد ألفاظ أخرى تنسجم معه مثل الترات خلف أوصل تمهد نهاية النص تشير إلى مجال من المجالات التي تقدمت فيها الحضارة الإنسانية بفضل العلماء المسلمين وهذا المجال هو المجال الطبي فهم النص الإيضاح اللغوي الإيضاح اللغوي التفاعل مصدر تفاعل بمعنى شاركة وساهمة وأثر وتأثر منهلا اسم مكان من نهلة بمعنى شربة والمراد هنا مصدرا تمهد السبل تساهل وتقدم وتهيئ الظروف المناسبة الفكرة المحورية أو الفكرة العامة دور التفاعل الحضاري في تقدم الفكر البشري وتطول علوم والحضارات ومساهمة الحضارة العربية الإسلامية في هذا التفاعل تحليل الناس الأفكار الأساسية دور السراث الذي خلقه الأقدمون في تقدم الإنسان المعاثر باء مهدت الحضارات اليونانية لدهور الحضارة العربية الإسلامية التي مهدت بدورها لدهور الحضارة الغربية جيم دور الحضارة الإسلامية في تطور الفكر البشري من خلال مساهمات علماء المسلمين في مجالات علمية مختلفة كالرياضيات والبصريات والطب والصيدلة الحقول الدلالية المعجم الحضاري الثرات تطورت الحضارات الفكر البشري الحضارة العربية الإسلامية تقدم الفكر المعجم العلمي العلوم العلماء المسلمون علم البصريات المضوء الكيميا ابتكارات التركيب يبرز الكاتب في هذا النص طبيعة العلاقة بين الشعوب والحضارات المختلفة حيث تتفاعل فيما بينها وتتشارك في الأخذ والعطاء وتساهم في تقدم الحضارة الإنسانية وقد كانت الحضارة العربية الإسلامية نموذجا مثاليا لهذا التفاعل إذ مهدت لدهور الحضارة الغربية وساهمت في تطوير الفكر البشري في مختلف المجالات العلمية يتضمن النص قيمة حضارية تتمثل في تفسير العلاقة بين الحضارات الإنسانية ودور التفاعل الحضاري في تحقيق التقدم والتطور إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك تغطي على زر لايك وزر جرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر